ودلوقتي بالروح الاسكندرية واللي فيها بيجدد خالد سليم لقاءه بالجمهور السكندري واللي سبق وقدم له حفلات كتير من خلال مهرجانات الموسيقى لكن المرة دي الحفلة مختلفة لانها في مكترة اسكندرية ويمكن خالد كان نشر فيديو من البروفات دي على انستجرام وخطف فيها الجمهور هناك وقال لهم انه متشوق جدا للقاءهم كنا مع خالد من وقت البروفا والتحضرات للحفلة استعدادتي دايما لحفلات اسكندرية بتبقى استعدادات مكسفة قوي وبعدها كان فريقه المنظمين محضرين له مفجأة وهو احتفاله بعيد ميلاده وخالد كان فرحان جدا وبعدها بدأ خالد في انه يجهز عشان يطلع على المسرح ويقابل جمهوره اللي كان محضر له مفاجآت كتير واستغلينا تواجدنا معه عشان نسأله على اكتر من حاجة اهمهم كان الاطمئنان عليه بعد فتر التعب الاخيرة الصوتي راجع الحمد لله والدور البرد اللي جالي تحديدا في زوري وفي الشعب الهوائية في الرئتين الحمد لله بعلاج مكسف الحمد لله يعني قدر تطلع منه وكمان دوره الاخير في مسلسل رسائل واللي كان عليه اكتر من علامة استفهام انا شايف ان العمل حلو اوي هو دوري يمكن كان شوية فيه نوع من السلبية بس انا بحب مي وده تالت عمل يتعرض علي وللأسف قبل كده ما اشتغلناش وده كان يعني الحمد لله بقى فتحة الخير اوي كسرنا النحس اللي كان موجود وما كنتش قادر اشتغل معاه فانا سعيد جدا بالتجربة اوي مؤخرا كمان اصبح عمر دياب جار لخالد سليم خاصة انهم معروف عنهم علاقتهم القوية خالد وعدنا اننا هنشوف خطوات مهمة ليه في التمثيل سواء في الدراما او السينما فيه فيلم اسمو اتنين في واحد خلص تماما وفيه قونيتين ان شاء الله يعني اتمنى ان هو يتعرض قريب بإذن الله فيه بس حاجات مؤخرة في الدراما طبعا ابواب الشك على الابواب زي ما انت والتي واتمنى ان شاء الله الناس تتابعوا ويقولوا رأيهم لان بجد هيبقى نقطة فرقة جدا في حياتي اشتركوا في القناة